استقبل يوم أمس الشيخ أحمد النور محمد الإمام المجد الكبير للملك فيصل الأمة ودعاتها القادمين من جمهورة مصر العربية بعد دورة تدريبية تلقوها بالأزهر الشريف حبيب محمد أبنس في إطار علاقات التعاون الديني بين الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجبهورية جاد استقبل مفتي البلاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو ممثلا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبمعيته مدير الدعوة والدعاء الشيخ صالح محمد رمضان إلى جانب أمين الدولة في التعليم العلي والبحث العلمي والإبتكار الدكتور حسين مسار حسين استقبلوا عشرة من الأئمة والدعاة الشادين الذين تم تدريبهم في أرويقة الأزهر الشريف حول مختلف المجالات الشرعية وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلجس الأعلى والأزهر الشريف في تحسين كفاءة الأئمة والدعاة حول تجديد الخطاب الديني وتأهيل الأئمة وبهذه المناسبة شكر مفتي البلاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية على تعاونه مع المجلس العالى للشؤون الإسلامية في تكوين وتأهيل الأئمة والدعاة الشاديين كما شكر الشيخ حبيب طاهر أحمد باسم إخوانه الأئمة المستفيدين من الدورة المجلس العالى لشؤون الإسلامية بجمهورية جات والأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية على هذه الفرصة وتجدر الإشارة على أن هذه الدفعة الثانية من نوعها خلال هذا العام ستليها دفعات أخرى للتدريب والتأهيل في الأزهر الشريف فيض العطاء وقبلة العلم والعلماء